بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنكمل موضوع مفهوم قبل وبعد مفهوم قبل وبعد وأخذنا الأهداف التعليمية التي حققنا بعضها في الحصة الماضية وسنحقق اليوم بقية هذه الأهداف التعليمية سأبدأ دائما بالحصة بالتذكير بآداب الدراسة عن بعد وهي الحرص على الذهاب إلى دورة المية قبل أبدأ الحصة إحذار الكتاب والقلم ووضعها بجانبك عدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الجرس والجلوس بجانب ولي أمرك جلسة صحيحة في مكان هادئ حتى تستطيع التركيز مع المؤلمة وتفهم الدرس جيدا طيب خلونا نبدأ بهذه الصورة لتذكير بمفهوم قبل وبعد لاحظوا هنا عندي قبل كانت اليدين متسخة اليدين كانت متسخة قبل قام بغسلها بالماء والصابون بعد ذلك أصبحت اليدين ماذا؟ أحسنتم نظيفة إذن كانت قبل متسخة بعد ذلك أصبحت نظيفة لأنه قام بغسلها بالماء والصابون طيب نشوف أيضا صورة أخرى مختلفة لمفهوم قبل وبعد نحن عندما نسمع الأذان في المسجد أذن المؤذن الله أكبر الله أكبر ماذا نفعل قبل أن نذهب للمسجد؟ لابد ماذا؟ قبل أن نذهب للمسجد ممتاز لابد قبل أن نذهب للمسجد من التوضع لابد من الوضوء قبل الذهاب للمسجد الوضوء طيب بعد أن نتوضع ماذا نفعل؟ نصلي إذن قبل الوضوء بعد الصلاة هل يصلح قبل الوضوء أن نصلي؟ لا لابد من الوضوء قبل الصلاة ثم بعد ذلك نصلي إذن هنا مفهوم قبل وهنا مفهوم بعد أيضا لاحظوا هنا عندي الأسنان غير نظيفة ومتسوسة لكن ذهب هذا الولد لطبيبة الأسنان ماذا أصبحت الأسنان بعد ذلك؟ أصبحت نظيفة وسعيدة لا يوجد بها تسوس إذن هنا قبل وهنا بعد بعد طيب نشوف صورة أيضا مختلفة وأريد منكم أنتم أعزاء الطلاب والطالبات أن تفكروا قليلا ماذا سيحدث بعد؟ هنا عندي قبل طماطم لكن أخذت هذه الطماطم وقمت بتقطيعها مع مجموعة من الخضروات برأيكم سأحصل على ماذا بعد ذلك؟ إذا أخذت الطماطم وقطعتها قطع صغيرة وأحضرت الخيار وأحضرت الخص وقطعت كل قطع صغيرة سأحصل على ماذا؟ أحسنتم بعد ذلك سأحصل على صحن من الصلطة الغذاء الصحي الذي لا بد أن نتناوله يوميا مع وجبة الغداء إذن سأحصل على صحن صلطة بعد ذلك إذن هنا قبل كانت قطعة الطماطم قطعتها حصلت بعد ذلك على صحن من الصلطة طيب سابقا أخذنا الأعداد من العدد واحد وحتى العدد سبعة أيضا أخذنا اللي هي أيام الأسبوع اليوم بنحاول نربط درسنا اللي هو مفهوم قبل وبعد بالدروس الماضية التي أخذناها في الفصل الدراسي الأول رح أوضح لكم أكثر لاحظوا هنا عندي العدد هذا وش اسمه هذا العدد؟ أخذناه سابقا ما اسمه؟ ممتاز اثنين طيب في ترتيب الأعداد عرفنا العدد الذي يأتي قبل والعدد الذي يأتي بعد العدد اثنان حتى أربط الدروس مع بعضها البعض طيب برأيكم ما هو العدد الذي يأتي قبل العدد اثنان؟ تذكروا ترتيب الأعداد يلا ممتاز أحسنتم هو العدد واحد طيب نعد مع بعض شرايكم عشان نعرف العدد الذي يأتي بعد العدد اثنان يلا نعد واحد اثنان يليه ممتاز ثلاثة إذن العدد الذي يأتي بعد اثنان هو ثلاثة هذا المقصود في قبل وبعد هنا عرفنا أماكن الأعداد قبل وبعد طيب مرة ثانية بعدد آخر هنا عندي العدد ما اسمه؟ أخذناه سابقا ممتاز أربعة طيب يلا خلونا نعد مع بعض عشان نعرف العدد الذي يأتي قبل العدد أربعة يلا نبدأ أول عدد واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن العدد الذي يأتي قبل العدد أربعة ما هو؟ ممتاز ثلاثة طيب يلا نكمل قلنا ثلاثة أربعة يليها؟ ممتاز خمسة إذن العدد الذي يأتي بعد هو خمسة واضح؟ نشوف مرة ثانية عدد آخر هنا ما اسم هذا العدد؟ ستة يلا أبغاكم الآن تفكرون وتعدون مع ولي أمركم الذي بجانبكم الأعداد بالترتيب لنعرف ما هو العدد الذي يأتي قبل يلا سأعطيكم فرصة ما هو العدد الذي يأتي قبل العدد ستة؟ خلونا نشوف عشان تتأكدون من إجابتكم هل هي صحيحة أو خاطئة؟ خمسة أتمنى أن تكون إجابتكم صحيحة إذن العدد الذي يأتي قبل ستة هو خمسة طيب خلونا نعد لنعرف ما هو العدد الذي يأتي بعد العدد ستة سبعة إذن هنا العدد الذي يأتي بعد العدد ستة طيب خلصنا من الأعداد وترتيبها وعرفنا وش العدد الذي يأتي قبل وش العدد الذي يأتي بعد الآن سأبدأ بأيام الأسبوع أيضا أيام الأسبوع أخذناها من الدروس في الفصل الدراسي الأول وتعلمنا وش الأيام بالترتيب وعرفنا وش اليوم اللي يأتي قبل واليوم الذي يأتي بعد حتى نربط مع درس اليوم أريد منكم أن تحددوا لليوم الذي يأتي قبل يوم الاثنين قبل يوم الاثنين ها نتذكر ترتيب أيام الأسبوع ما هو اليوم الذي يأتي قبل الاثنين أحسنتم يا أبطال الأحد الأحد الاثنين بعد الاثنين ممتاز الثلثاء الثلثاء وكلها من أيام الدراسة سواء دراسة عبر منصة مدرستي أو عبر الحضور للمدرسة طيب نشوف يوم ثاني الأربعاء نفكر باليوم الذي يأتي قبل الأربعاء ها أي يوم ممتاز أحسنتم الثلثاء طيب خلصنا الثلثاء الأربعاء ما هو اليوم الذي يأتي بعد الأربعاء ها الذي يعتبر آخر يوم من أيام الدراسة يوم ممتاز الخميس يوم الخميس يوم الخميس طيب نشوف آخر شريحة في أيام الأسبوع عندنا الجمعة الذي يعتبر يوم فضيل وتقام فيه صلاة الجمعة ما هو اليوم الذي يأتي قبله والذي يعتبر من آخر أيام الدراسة في الأسبوع يوم ممتاز الخميس الخميس الجمعة بعد ذلك يأتي يوم السبت إذن ظهر لنا يوم السبت الذي يعتبر من أيام الإجازة الأسبوعية إذن وضحنا مفهوم قبل في تسلسل الأحداث وفي ترتيب أيام الأسبوع وترتيب الأعداد وعرفنا الأعداد التي تأتي قبل وبعد طيب خلونا نشوف هذه السيارة هنا عندنا سباق سيارات سباق سيارات أين السيارة التي وصلت لخط النهاية قبل الجميع عندي سيارتين هذه السيارة حمرة وهذه السيارة خضراء وهذا خط النهاية شوفوا هذا الخط موجود خط النهاية حتى يحصل المتسابق على كأس وهذا علم الوصول لخط النهاية طيب خلونا نشوف من السيارة التي وصلت قبل قبل هل هي السيارة الحمرة أو الخضراء برأيكم من اللي وصل قبل نفكر قليلا أحسنتم أبطال السيارة اللي لونها أحمر خلاص وصلت شوفوا الخط خط النهاية ستحصل على الكأس لأنها وصلت قبل الجميع إذن السيارة الحمرة إذن السيارة الحمرة وصلت قبل الجميع طيب شوف صورة ثانية هنا عندي دجاجة وهنا عندي ديك وفي الصورة هنا أيضا العش طيب خلونا نشوف من الذي وصل للعش قبل هل هي الدجاجة أم الديك هذا هو العش وهنا الدجاجة وهنا الديك تتوقع من الذي وصل قبل للعش ها من اللي وصل قبل ممتاز الدجاجة الدجاجة وصلت قبل من الذي وصل بعد بعد الدجاجة خلاص وصلت الدجاجة هنا من اللي وصل بعد الديك إذن هنا قبل وهنا بعد طيب نشوف هذه الصورة من الذي أكل العشب بعد الجميع هنا عندي بعد جاء الخروف وجاء الماعز وجاء البقرة طيب نشوف من الذي وصل بعد الجميع يعني آخر واحد وصل جاء الخروف وأكل وراح جاء الماعز وأكلت وراحت إذن من الذي أكل العشب بعد أن خلص الجميع خلاص كل الخروف وكلت الماعز والعشب من الذي وصل بعد البقرة إذن هنا بعد هنا بعد وقبل هنا لماذا؟ لأن الخروف هو اللي وصل أول واحد كله وشبع وراح ثم وجاء الماعز وأكلت وشبعت من العشب وراحت بعد مين؟ بعد ذلك الأخير اللي وصل المتأخر مين؟ البقرة إذن الذي أكل بعد الجميع هي البقرة ترجمة نانسي قنقر